تغرق أزمة الكهرباء دولا عربية في الظلام بشكل يومي خاصة مع ارتفاع استهلاك الطاقة في فصل الصيف في المقابل لجأت دول أخرى إلى استيراد الكهرباء لمواجهة العجز وإنهاء الانقطاعات تتسع رقعة أزمة الطاقة في المنطقة العربية وتتحول انقطاعات الكهرباء إلى كابوس يومي يؤرق الشعوب على غرار الحكومة وتتباين معدلة التزود بالتيار الكهربائي من دولة إلى أخرى ففي وقت لا يتجاوز المتوسط في اليمن ست ساعات يوميا تتراوح فترة الانقطاعات في لبنان من 12 إلى 18 ساعة يوميا لتتقلص الفترة في السودان إلى أقل من 12 ساعة يوميا في حين تصل الفترة في العراق الغني بالنفط إلى 12 ساعة يوميا وعلى ذلك النحو تصل هذه الفترة في ليبيا غير أن هناك دول أخرى تسجل انقطاعات الكهرباء فيها فترات طويلة مثل سوريا التي تصل إلى 10 ساعات يوميا ولا يبدو الوضع في قطاع غزة المحاصر أحسن حالا إذ تصل ساعة وصل الكهرباء إلى نحو 5 ساعات في المقابل لجأت دول أخرى إلى استراد الكهرباء لمواجهة العز وإنهاء الانقطاعات مثل ما هو الحال بالمغرب الذي استورد أكثر من 23 ألف ميجاوات من إسبانيا منذ بداية موسم الصيف ما يعادل 20% من حاجيته الداخلية ما يمثل زيادة بأكثر من 130% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي أما تونس فيكاد إنتاجها من الكهرباء يغطي الاستهلاك إلا أنها تضطر للاستراد من الجزائر ما يعادل 500 ميجاوات يوميا وعلى النقذ تمكنت دول عربية أخرى من تجاوز أزمة قطاع الكهرباء بل تمكنت من تصديرها عبر استثمار مليارات الدولارات على مدى أعوام حيث حققت الجزائر قفزات مهمة في القطاع منتقلة من أقل من 4000 ميجاوات في مطلع الألفية إلى أكثر من 21000 ميجاوات بنهاية السنة الماضية ما يعني مضاعفة البلاد إنتاجها بخمس مرات بعد ذخ أكثر من 150 مليار دولار في تطوير البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقدين الماضيين ترجمة نانسي قنقر